السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد وأهم الأخبار هاني شاكر يفتح النار على نجيب سويرس ما يشرفنيش إنك تسمعني هاني شاكر يعلن مفيش حسن شاكوش تاني صح بترخيصه بصورة نهائية ولا رجع فيه أبدا مسيرات الفنية انتهت تماما ولن يغني مجددا ماش نقصين النوعية الغريبة دي في الفن ما يصحش أطلع أغني أغنية إباحية على المسرح قال الفنان هاني شاكر أن مطربين مهرجانات ممنوعون من الغناء في حفلات أو على المسرح أو في الإعلانات أو أي برنامج داخل مصر ولكنه من الممكن أن يغنوا خارج مصر أو على اليوتيوب أما عن الأخبار المحدثة يواصل المطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال نشر فيديوهات من الأراضي المقدسة في السعودية خلال تواجده فيها ونشر فيديو له خلال الساعات الماضية من داخل الحرم المكي حيث يظهر بجانبه عدد كبير من الزوار بيت الله الحرم ليلتف بملابس الإحرام لتوثيق اللحظات داخل الحرم وأمام الكعبة المشرفة وسرعان ما حصد الفيديو الذي نشره مطرب المهرجانات على تفاعل متابعي وجمهوره وسبق أن نشر عمر كمال عبر حسابه على إنستجرام صورة له بملابس الإحرام من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي صاحبها بتعليق من ترق بينه وبين الله بابا دخل منه يوما ما حمو بيكا بطل أزمات مطربين المهرجانات ظهر مع فيديو منذ ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا في الصحة الفنية والغنائية ارتبط اسمه بعدد كبير من الأزمات كانت بداية الأمر في 2019 بعد إصدار نقابة الموسيقيين قرار بمنع التعامل مع بيكا وعدد من مطربي المهرجانات فلم يتمالك حمو بيكا نفسه وقرر اقتحام مقر النقابة والتهديد بتختمها وتحذير هاني شاكر من منعه أو إيقافه حلمي عبد البائي كلنا مع هاني شاكر والوطن العربي اجتمع على احترامه وتقديره مت حتى العدل؟ لا أناقش قرار هاني شاكر وبسمع مع أولادي اللي بيسمعه خالد الجندي نتضامن مع نقابة المهنة الموسيقية لحماية القيم شكرا لحسن استماعكم أتمنى الاشتراك في القناة